السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احلى متابعين واخوات في الدنيا كلها وحشتوني جدا غبنا فترة عنكم رجعنا لكم بالسلامة كده ونهاردة ان شاء الله هنعمل لكم بسكوت العيد طبعا ده طلب من احدى يعني حبيباتي او متابعين في القناة طلبتوا مني وعملتوا لها والله والله يا رب كده يعجبك ان شاء الله وصفة سهلة وبسيطة وصفة من الاخر رضيفة جدا هي كان طلبها ان يتعمل من غير نشادر اهو احنا عملنا النهاردة طبعا حضرتك عايز اتطيف النشادر حنشوف البديل ان شاء الله من خلال الوصفة ونقول اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد نوع على اله وصحبه وسلم اول حاجة نخلت دي يا اخوانا وده شرط اساسي ما شاء الله دي لما بتنخل بيدي نتيجة مرضية حلوة جدا اهو عندي كيلو دقيق بعد كده اشوف المقادير السيلة اللي عندي عندي كوبايتين زيت وكوباية ونص سكر ربع كوباية نشا نص كوباية حليب ثلاث بيضات باكو بيكينج بودر كامل معلقتين خل كبيرة ومعلقة ملح صغيرة وفانيليا سيلة طبعا الزيت لازم يكون نضيف جدا ما يكونش زيت اي كلام علشان بتطلع معي الوصفة كويسة جدا طيب دلوقتي نحعمل ايه حقلة كل المقادير السيلة مع بعضها البعض كده وبعد كده حاجي اشوف المقادير الجافة لوحدها اول حاجي جبت الخلاط بتاعي كوباية اللبن او نص كوباية اللبن اللي عندي والثلاث بيضات وبنزل بعد كده بالزيت والسكر والخل والفانيليا وكل المقادير السيلة اللي عندي بخلطها في الخلاط كده قد خمس دقايق لغاية ما كل السكر اللي عندي وكل المكونات بتختلط مع بعضها كده وتبقى ما شاء الله يعني كلها كده قوام واحد متماسك ما لاقيش مثلا السكر ما حابحب او كده لا بتندمت كلها مع بعض بتخلط على اخرها كده انا ضفت اخر حاجة اللي هو الخل وحقفل بقى اللي هو خلط بتاعي والفانيليا السيلة هي وبعد كده حقفل خلاط واخلط الخلطة كده او المزيج ده خلطة كويسة كده اهو زي ما احنا شايفين وبعد كده حاجي اشوف المقادير الجافة حخلطها لوحدها واضيف الخليط على بعضه اه دي عندي دي ايه وحضيف عليه اللي هو الملح وربع كوباية النشا زي ما انتوا شايفين وبقلبهم كده والبيكنج بودر لو انت حابة تحطي نشادر تعمل ايه بتحطي معلقة صغيرة بيكنج بودر ومعلقة صغيرة نشادر لكن حاببتي النهارده طلب الوصفة كده من غير نشادر فاحنا عملناها بالبيكنج بودر على طول انت حابة تضيفي نشادر يبقى انت تحطي نصف معلقة او معلقة صغيرة نشادر ومعلقة صغيرة بيكنج بودر لان اصلا باكل بيكنج بودر كله معلقة كبيرة بقلب طبعا الخليط كله وبنزل على المزيج اللي انا ضربته في الخلاط زي ما احنا شايفين وبالم العجين للم البسكوت ما بيتعجينش عجين لان لو تعجم بيعمل عرق كده ومش كويس يعني فببدأ بعد كده انا بلم العجينة بتاعتي كلها لم زي ما احنا شايفين كده او بطرف سوابع كده بلم العجينة زي ما انتوا شايفين او انا بسرع المقطع مع رشي علشان الوقت لكن انت بتلم العجينة لم بتعجناش البسكوت ما بيتعجينش عجين لأ بيتلم لم معايا وزي ما انتوا شايفين كده او باخد العجينة كده وبحاول امها من كل جنب ومشاء الله بتطلع معايا عجينة جميلة جدا طعم وريحة ومشاء الله عليها من الاخر بتبقى زي الجهزة اللي بنشتريها من المخابس برا اهو بستمر كده ان انا بقلب كل كده العجينة بالشكل ده بتحتي بلمها لم يا اخوانا ما بعجنش وادي ما شاء الله شكل العجينة في النهاية حنشوف شكلها ازاي زي ما احنا شايفين كده حاجة حلوة يعني ما شاء الله دي تتشكل بكس الحلواني تتشكل بالمكانة بتاعتنا المفرمة وتتشكل بالبصامة بتاعت البسكوت باي حاجة ما شاء الله عجينة حلوة جدا جدا حبدأ الاول كده ان انا بدهن ساك طبعا دهن الزيت خفيفة كده وببدأ ان انا اشكلها بالمفرمة هوا مفرمتنا التقليدية او اللي هي ايه العادية مش الكهرباء وببدأ ان انا بشكل البسكوت بتاعي بالشكل ده انت بقى بتتحكين ما عايزة مسلا البسكوتة كبيرة عايزوها صغيرة دي حاجة ترجعلك انا بحبها محندقة صغيرونا كده بحبها كبيرة اوي ما شاء الله عليها بتطلع حلوة وتضوف الشاي ما شاء الله جميلة جميلة من الاخر زي ما احنا شايفين كده يعني اللي هي الزحمة بتاعت العيد رح نكون نعملها ولا مش هتحس باي حاجة ما شاء الله هتعمليك كده في ساعة واحدة هتعملي العجنة بتاعتك وهتفرميها ان شاء الله وهتخلصي كده وتلم حكتك بدري وصفة سهلة وصفة سريعة ما شاء الله بتنجز معاك زي ما قلت لحضرتك عايزة تضيفي ان شادر بتعملي ايه بتخطي معلقة صغيرة نشادر ومعلقة صغيرة بيكينج بودر وانتي طبعا بتزبطي اللي هي الشكل الصينية بتاعته الشكل البسكوت اللي انت عايزها وبتشيل الزيادات كده وتخلي الشكل البسكوتها حلو كده ومحندق وجميل زي ما احنا شايفين اهو ما شاء الله العجينة حلوة وشغالة في المفرمة زي الفل بلمي الزيادات تنزي من المفرمة وبرجع تاني اكمل بقى كل ايه الكمية اللي عندي وازبط شكل البسكوت فين في الصينية او في الصاق بتاعي وباكمل كل الكمية بالشكل ده زي ما انتوا شايفين عاجينة ما شاء الله حلوة جميلة جدا اهو ادي صاق تاني او صينية تانية وباكمل كله وازبط شكل الصينية بتاعته وبتبقى حاجة ما شاء الله عزمة عزمة حاجة جميلة جدا اه ما شاء الله الخبيث في البيت حلو الخبيث في البيت خير ما شاء الله ما تقوليش بقى مناسبات وعياد لا ما تكسليش في اي وقت تعملي شوية ليك وولادك بتوفر معاك وبتنجز معاك في الايام بتاعتنا دي تمام كده خلصنا اول هو شغل شغل المفرمه بتاعتي ما شاء الله وانشغاله اهو اي زيادة بتنزيبينك طبعا بزبط شكل البسكوت بتاعك وبكمل كل الكمية اللي عندي اهو بالشكل ده وطبعا بزبط الدنيا كلها وبكمل الصاجة بتاعتي وان شاء الله كده حوريكي ازاي يعني لو فضلت مثلا عجينة او طريقة تاني للتشكيل وهتخلصنا برضو من باقي المفرمه كنا نخلي مثلا لو فضلت عجينة في المفرمه بنعملها بشكل كده على شوية لها دلوقتي حوريكي ازاي بتستخدميها بصمت البسكوت ازاي بتعملي شكل تاني وازاي بتخلصي كده وتنجزي اهو بجيب حكة عجينة من اللي انا عاملاها كده وبحطها من كسين دول ده كيس تلاجة انا فتحته كده طبعا الكيس بيسهل عليك تشكيل البسكوت لان انت بتطلعه كده ايه بسهولة او بتخرجيه بسهولة ما بين الكسين اهو انا فردت كده العجينة زي ما احنا شايفين وطبعا سمكها ما يكونش كده ايه يعني تخين لا سمكها يكون على اقل واحد سنتي زي ما احوريكي بالزبط شكل العجينة ادي تاني مرة اهو بفرد العجينة بالشكل ده ما بين كسين اهو بالشكل ده ويا ياريت ما تكونش العجينة يعني تكون سمكها تخين لا سمكها بيكون واحد سنتي زي ما احوريك دلوقتي اهو زي ما انتو شايفين الكيس طبعا بيساعدني وليدور حلو جدا في تقطيع البسكوت زي ما احنا عملنا بسكوت النوع عم قبل كده في القناة البسكوت ما شاء الله بيدوب ما شاء الله حلو جدا اهو دي طبعا بصامة البسكوت دي رخيصة ما يشغل يا للدرجة يعني بتضغطي كده وتقطعي وبعد كده طبعا بتبصميها بتديك الشكل الجميل الشكلها ما شاء الله جميل جدا هي بالولاد لاني عامل زي الجاهز امكن كمان الكاميرا مش موضحة النقشة اللي فيها ما شاء الله عليها اهو بضغط كده وبطلحها ما شاء الله بكل سهول ما بين الكسين اهو شايفين الكيس بيساعدني اني بخرج البسكوت اللي انا ببصمه اهو بالشكل ده كده انتي تعبت من مفرمة بتبدل بتعمل بصامة بتنجز معاك بتخلصي باقي العجين واللي معاك وخلصنا على كده ما شاء الله يعني حلوة وسريعة بتنجز معاك شايفين وتمنها او سعرها مش غالي افو والله جميلة جدا طبعا كده يعني ما شاء الله علينا كده خلصنا كل العجنة اللي معانا شكلناها بالمفرمة وشكلناها بالبصامة عايزة تستخدم الكيس الحلواني استخدميها حتمش معاك في الكيس كويس جدا البواق اللي بتفضل كالعادة باللمها طبعا بكل سهولة وبنعجينها كورتان كده وبنشتغل ونخلص كل الكمية اللي عندنا زي ما احنا شايفين ما شاء الله بتنجز معانا وبنخلص او بنخلص باقي العجنة اللي فضلة من البسكوت وهو ما شاء الله البسكوت بتاعنا دخلنا الفرن على درجة 170 درجة ما شاء الله طالع جميل جدا دايب شايفين ما شاء الله التسوية بتاعته اللون ما شاء الله شكله حلو جدا عام يزالي بنشتريه من برة بالافران شايفين ما شاء الله البسكوتة دايبة اهو وحلوة حلوة جدا جدا يعني فيه ما تتخيلوا ما شاء الله عليها وعلى فكرة ما فيش فرق اوي يعني ما بين الطعم ما بين النشادر ما بين بيكينج بودر يعني يمكن السنة اللي في النشادر مثلا اللي هو الريحة اللي فيها دي مش موجودة يمكن ده اجمل من بسكوت النشادر حبنعمله على العيد دايما ودي الشكل اللي عملناه بالبصامة ودي البسكوتة من جوا مستوية وما شاء الله محمرها ودايبة وزي العسل ما شاء الله عليها وكده احنا ما شاء الله حرص البسكوت بتاعنا كده علشان نقدمه حاجة ما شاء الله من الاخر حاجة نضيفة عاملة على ايديكي ما خدش معاك اي مجهود لأي وقت ولو بصيت المقادرة هتلاقي المقادرة متوفرة عندك ايه يعني ثلاث بضات شوية تزيد حاجة ما شاء الله يعني مش التكلفة اللي بنكلف بيها العيد كل سنة بالعشر بضات والترات مبيضة الكلام دا لا خلاص كده اعمل وصف تحتي يا رب وتعجبك ان شاء الله كده ما تنسينيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان ايه طبعا توسلكم اي حاجة جديدة احنا نعملها مستنين اراءكم كده واقتراحاتكم لينا في القناة شايفين يا اخوانا جمال ما شاء الله جميل جدا 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 ياريت تجربوها ما تنسونيش كده بدعوة حلوة بظهر الغيب اللهم تقبل منها وان شاء الله كده يا رب ما ننساش دايما نقول او نقول البقيات الصالحة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اللهم اجعله شاهدا لنا يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة